بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تعلن عن صواريخ أطمجة المضادة للسفن تنافس هاربون الأمريكي لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية وقعت البحرية التركية عقدا جديدا مع شركتي روكستان لشراء صواريخ أطمجة المضادة للسفن التي تنافس صواريخ هاربون الأمريكية وتتفوق عليها في بعض الخصائص فقد شهدت الفترة الماضية توقيع شركتي روكستان للصناعات الدفاعية اتفاقا لتزويد 11 منصة بحرية تديرها القوات البحرية التركية بصواريخ أطمجة المضادة للسفن وتنبع أهمية الاتفاقية والصواريخ المضادة للسفن من الدور المهم الذي تؤديها البحرية التركية في حفظ أمن تركيا التي تحيط بها البحار من جهاتها الثلاث وخلال الفترة الماضية طورت تركيا مفهوم الوطن الأزرق كعقيدة بحرية لحفظ أمنها القومي في المجال البحري وحفظ الأمن القومي التركي في المجال البحري دفع باتجاه تطوير البحرية التركية وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات وفي هذا الإطار لعبت الصناعات المحلية دورا رائدا ليس فقط في تزويد البحرية باحتياجاتها بل بتوفير مليارات الدولارات لتركيا كانت ستنفقها على هذه الأسلحة حال اشترتها من غيرها وفي هذا السياق يصف الباحث والمختص في الصناعات الدفاعية أنيل شاهين الاتفاقية الموقعة بأنها مؤشر على التغير الذي تعيشه البحرية التركية التي ذهبت لهذه الاتفاقية بعد أن أدركت الخصائص والمميزات التي يتمتع بها الصاروخ لكنه أشار إلى أن مخازن البحرية التركية ما زالت تضم صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن وهو أمر يعني أن تحميل جميع السفن الحربية التركية بصواريخ أطمجة غير ممكن حاليا لكنه سيكون متاحا في الفترة المقبلة ويوضح شاهين أن مميزات الصاروخ أطمجة تتفوق على نظيره الأمريكي هاربون ففي حين أن مدى الصاروخ الأمريكي يصل إلى 140 كم يصل مدى الصاروخ التركي إلى 250 كم بالإضافة إلى ذلك يتميز بخصائص تكنولوجية تساعده على تجاوز الدفاعات الجوية والحيلولة دون تدميره وفي حين تتميز صواريخ هاربون الأمريكية بتقنية ملاصقة سطح البحر فبعد انطلاق الصاروخ فإنه يطير على ارتفاعات منخفضة جدا لا تتجاوز 3.2 أمطار فوق سطح الماء أما صواريخ أطمجة فإنها تتميز بتقنية ملاصقة سطح البحر أما صواريخ أطمجة فإنها تتميز بتقنية ملاصقة سطح البحر الفائقة التي تتيح لها التحليق على ارتفاعات أكثر انخفاضا ما يجعل كشفها وتدميرها أمرا بالغ الصعوبة ويلفت شاهين الانتباه إلى أن هذا النوع من الصواريخ يواجه تحديات أخرى في غاية الأهمية على رأسها إمكانية أن يتعرض الصاروخ للتيح لذلك يجري العمل على تطوير رادارات مزودة بتقنية الأشعة تحت الحمراء للمساعدة في اكتشاف الأهداف والحيلولة دون تضليل الصاروخ كما يجري تطوير قابلية إطلاق صاروخ أطمجة من الغواصات والطائرات ووفق شاهين من المتوقع أن يعلن في الفترة المقبلة عن تصدير صواريخ أطمجة إلى خارج تركيا في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر